مشاهدين قبل الختام رح أتكلم بغض النظر عن صلة أسامة أو ريان أو بابليون أو كل ما حدث لكن بشهود العيان اللي كانوا متواجدين أثناء اندلاء الحريق بالقاعة بعد اللقاء نبيهم استنتجنا عدة أمور أولاً رح تقعن طبعاً قارنوها بالإعلان اللي رح تقوله وزارة الداخلية إعلان التحقيق قارنو الكلام اللي رح نقوله وهذه الحقاقة أتمنى حتى تستوابنا الوزارة بالتحقيق أولاً الحريق كان قبل نصف ساعة من اندلاع داخل القاعة بسبب أجهزة التبريد اللي موجودة لأنها كانت مطفئة ومسربة الغاز جميعاً في سقف القاعة وما تم التعامل مع هذا الأمر بالرغم من شكوى العديد من من كانوا مدعوين بالقاعة من الحر داخل القاعة وبعد أن تم التأكد هناك حريق وتسل الغاز لأنه انتشار النار بهذه السرعة بأربعة عشر ثانية بالضبط حسب مراجعة تصوير الفيديوهات الشخصية الكاميرات اللي بالقاعة صاحب حاط كرسي وما أخذ درج وما أخذ الهاردات وطالع ليش تقولون ما احترقت وطلعوها بالتلفزيون ما احترقت الادارة ليش ما احترقت من ضمن القاعة أنا أقولكم ليش لأنه الإدارة خارج القاعة أنت تدخل الخريطة اللي صايرة منها الإدارة على اليمين ومنها على اليسار الحمامات فبعدين تجي باب ثانية داخل هالقاعة فما طلعت النار اللي برا فحاط كرسي صاعد ما اخذ الهاردات وفاتح الشباش وطالع رايح صاحب القاعة هاي واحد اثنيا ليش 14 ثانية من خلال الاسنابات الموجودة بالتصوير بالضبط 14 ثانية من أول شرارة انطلقت بالسقف أخذ السقف كله لأنه غاز الفريون غاز التبريد كان موجود بسطح القاعة أضف إلى هذا شخصية كانت موجودة شخصية عسكرية كبيرة في سهل نينوى مسؤول الحمايات خلي يعرفها لنينوى والآن يسمعوني والحمدانية بالذات وأيضا الجهات المسؤولة هذا تم حرقه هو وعائلته بسبب خلاف شخصي على مسألة حمايات الأديرة والكنائس والدوائر لأنه ما قدروا يأخذون الموضوع يعني اغتياله أو يأخذون هذا موضوع الحمايات من عنده بسبب خلافات سياسية وعسكرية الفصائل المتنازعة على المنطقة أبو الحكم اسمه أبو الحكم تم عزلة في غرفة واحترق هو وزوجته وأطفاله يمكن حتى أمه صور معه في عائلته بالكامل تم حرقها اللي صار هو إهمال ليش تم اطفاء الكهرباء من قبل مثل ما تحدث شهود العيان تم اطفاء الكهرباء حتى لا تأخذ الضغط العالي القريب على القاعة شوف العقل والتفكير وين هذا أبو القاعة عنده موافقات فيعرف الغلط والصح منين بناء القاعات أو يعني أي مرفق قريب عن الضغط العالي بعيد لازم يكون عندنا أقرب أقرب شيء 40 متر ضغط العالي مع الكهرباء أعمدة الضغط العالي القاعة أقل 20 أو أقل قريب عن الضغط العالي لو ما تم اطفاء الكهرباء في هاي اللحظات كان ماذا حصل كان امتدت الكهرباء إلى كل بيت بالحمدانية الميزانية ما البيت تنفجر وتشتعل نار فكان احترقت البيوت كلها أضف إلى هذا الدفاع المدني المتراخي وحضوره متأخر بنصف ساعة لأنه تانكي اللي جاي بيه يعني الاطفائية بيها نصف تانكي فما أول ما مادين الصندة داخل القاعة طافية هاي المعلومات الأولية أنه الحريق مو بسبب الشعالات اللي صارت لا بسبب ألعاب نارية بيعيها بعشرين دولار ومضروبه ومشتغل السقف قبل نص ساعة لكن الأهمال وعدم سماع الكلام أنه ليش القاعة حارة أجد التبريد مطفئة التبريد سبلت يونت البسقف كان كله مشتعل قبل نص ساعة والقاعة محترقة قبل نص ساعة دون علم أحد فهذا سبب ثاني للأهمال اللي حصل ننتظر بكل اهتمام نتائج التحقيق اللي راح تعلم من وزارة الداخلية لا اليوم أو باتشر راح نشوف المتسبب الرئيسي وشنو راح تكون العقوبة مهما كانت ما راح تطفي الفاجع لقلوب أهالينا في قضاء الحمدانية في أمان الله